ما حكم من وهب قراءة القرآن لوالده المتوفى هذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم والراجح من أقوال المحققين أن سيد النبي صلى الله عليه وسلم توفي كثير من أصحابه في حياته الشريفة بل وتوفيت بعض زوجاته رضوان الله تبارك وتعالى عليهن في حياته الشريفة ومع ذلك لم نعلم مطلقا لا في حديث صحيح ولا في حديث حسن ولا في حديث ضعيف أنه بأبي وأمي وروحي ذهب إلى المقابر وقرأ القرآن على الأموات وهو الرحمة المهداة والنعمة المسدى ووالله لو كان ذلك ينفع الميت ما تركه رسول الله وهو أرحم أرحم بالمؤمن من نفسه بنفسه بل وأرحم بالمؤمن من رحمة الأم بولدها بأبي وأمي وروحي النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم ومع ذلك لم يثبت أبدا أنه صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على الأموات بل ثبت عنه الدعاء وهذه عائشة رضوان الله عليها تسأله سؤالا واضحا مباشرا صريحا يا رسول الله ماذا أقول إذا ذهبت إلى المقابر والحديث فصحي مسلم وغيره قال قولي السلام عليكم دار قون المؤمنين أو أهل الديار من المؤمنين أنتم السابقون وإنها إن شاء الله بكم لاحقون وفي رواية أخرى في غير رواية مسلم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتننا بعدهم واغفر لنا ولهم فهي تسأل السؤال المتعلم ماذا تقول إذا ذهبت إلى المقابر فعلمها وهذا دليل لعلمائنا الذين يقولون بجوازي أن تذهب المرأة إلى المقابر بنية تذكر الآخرة وبنية الدعاء للأموات ومن أهل العلم من يحرم زيارة المرأة مطلقا حتى بهذه النواية وأنا يعني أدين الله تبارك تعالى بجوازي أن تذهب المرأة إلى المقابر فالمرأة مع الرجل سواء في التذكر للآخرة وفي العظة بالموت لكن بشرط ألا تخرج في وقت اعتاد الناس الخروج فيه حتى لا يكون خروجها بنعة وبشرط أن تخرج بحجابها الشرعي وبشرط أن لا تقول هجرا وأن لا تقول قولا مخالفا للقرآن ولا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام وها أنا ذا أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى مرأة على القبر تبكي فيقول لها اتق الله واصبري اتق الله واصبري لم يقل لها ما الذي أتى بك إلى هنا ونهرها وهجرها لمجرد الزيارة وإنما قال اتق الله واصبري فلما عادت قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي فانصرفت المرأة وانصرف رسول الله فأخبروها بأنه صلى الله عليه وسلم فذابت المرأة إلي قالت فلم أجر على بابه بوابين فيعني قالت لم أعرفك رسول الله فقال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى الشاهد أن القرآن لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قرأ القرآن للأموات ثم أنا أقول بعض أبائنا وأحبابنا وإخواننا وأخواتنا يقول يعني أنا وهبت الثواب يا أخي الثواب أنا لا أملكه وحضرتك ما تملكهش عشان توهبه كيف تهب شيئا لا تملكه الثواب لربي سبحانه يملكه ربي سبحانه ولا يعرف أحد هل قبل الله القراءة أم لا إلا الله جل وعلا فأنا لا أهب شيئا لا أملكه أنا لا أستطيع الآن أن أقول أنا وهبتك يعني البيت الفلاني وهو ليس لي فالثواب ليس لي لأهب الثواب لكن أنصح إخواني وأخواتي في المسألة ببعض النصائح السريعة منها مثلا لو حضرتك قراءة القرآن أو قراءتي أياتي والأخت القرآن ما فيش مانع أنك تقول إيه تقول اللهم إني أتوسل إليك بقراءتي للقرآن أن ترحم والدي وأن تجعل أجر هذه القراءة في ميزان حسناته لأنت وقراءتك وصيامك وقيامك وعملك في ميزان أبيك لأنك غرسه أنت غرس أبيك طب أنا أريد أن لا أدعو لوالدي لأي واحد تاني ما فيش مانع بالدعاء ده توسل إلى الله بقراءة القرآن هو ينفع مولانا توسل إلى الله بقراءة القرآن لأن قراءة القرآن من أعظم العبادات ومن أعظم الأعمال الصالحات والتوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع التوسل إلى الله بالعمل الصالح مشروع اللهم يتوسل إليك بقراءة القرآن أن ترحم والدي أن ترحم أمي أن تجعل هذه القراءة في ميزان حسناته والدي أن تجعل وهكذا لا حرج عليه لكن بلاش أنا وهبت الثواب يبقى أن تتوسل إلى الله بقراءة القرآن طب يقول لنا مش في حديث بيقول اقرأوا يا سينة على موتاكم آه الحديث وارد بس فيه ضعف الحديث ضعيف وعلماؤنا الذين يعني وقفوا عند هذا الحديث فسروه بمعنى يختلف عن المعنى المراد ألا وهو اقرأوا يا سينة على موتاكم أي حال احتضارهم لعل الله عز وجل أن يرزقهم النطق بكلمة التوحيد وبكلمة الشهادة حتى عند من ضعف الحديث يبقى هذه مسألة ماقولش وهبت لأنه مملكش الثواب وأتوسل الله بقراءة القرآن وأدعو الله عز وجل أن لا يحرم من يعني أدعو الله له من أجر هذه القراءة ثم عليك بالدعاء ثم عليك بالصدقة بالصدقة الجارية أو بالصدقة المطلقة وأعظم الصدقة سقيا الماء أعظم الصدقة سقيا الماء ولا تغفل عن الدعاء فالدعاء يعني بفضل الله تبارك وتعالى ينفع الله عز وجل به الميت نفعا عظيمة إذا مات ابن هذا من قطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وأرجو الله عز وجل أن نضيق ما وسع الله فيعني ادعو الله تبارك وتعالى أيا كان موقعك من هذا المتوفى أو من هذا الذي تدعو الله له وأرجو الله أن لا يحرمنا الأجر والقبول وأسأل الله في هذه الساعة أن يرحم موتانا وموت المسلمين أسأل الله عز وجل أن ينزل عليهم الليلة أن ينزل عليهم الليلة الساعة والسرور والنور وأن ينقلهم بفضله ورحمته من مرات عدود إلى جنات الخلود إنه ولي ذلك والقادر عليه